ذهب عامل فقير إلى الصيدلية وقال للصيدلي هل لديك مرهم للأسمنت؟ فضحك الصيدلي منه ساخرا وقال له نعم لدينا ولدينا مرهم للحجر وللحديد هل تريد نوعية ممتازة مستوردة أم نوعية عادية مصنوعة في البلاد؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ فقال الرجل مسرورا وكأنه قد وجد كنزا أعطني النوعية الممتازة المستوردة رد عليه الصيدلي وبنفس السخرية إنها غالية جدا أقول لك ذلك مقدما ثم على صوت الصيدلي بالضحك فرفع العامل يديه أمام الصيدلي وقال له إني عامل أعمل في المعمار وقد علق الأسمنت في يدي كما ترى ولا أستطيع أن ألمس وجه ابنتي الصغيرة لكي أداعبها لأنني أخشى عليها من تأثير هذا الأسمنت على وجهها فأنا لا أنام حتى أحتضنها وأقبلها فلمسي لها يمنحها سعادة قوية ويحفزها للنجاح فكثيرا ما كانت في ضيق شديد بسبب زميلاتها من الأغنياء وقدرتهم على ارتداء أغلى الملابس ولكن عند عودتي من العمل وجلوسي واحتضاني لها كان ينسيها كل ما يضيقها وتعود لها ابتسامتها ومداعبتها فأرجوك إذا كانت النوعية الممتازة المستوردة التي لديك تزيل هذا الأسمنت فأعطني إياها وسأتدبر ثمنها في هذه اللحظة تجمتت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه ورأى نفسه صغيرا كما لم يرى نفسه من قبل وتذكر كيف يتعامل مع أبنائه بغلطة وقسوة حتى أنه لم يحتضن أطفاله منذ زمن ولم يدللهم ولم يحن عليهم أبدا لذلك ابتسم للعامل وأعطاه كريما يزيل تشققات اليد ويعيد نعومتها ولم يأخذ منه ثمنه وقال له لقد علمتني درسا غيرني كثيرا وجعلني أشتاق لمداعبة أولادي وجعلتني أؤمن تماما أن الفقر فقر القلوب وليس فقر الجيوب وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا أسماء فتاة لها صوت ناعم جميل عندما تتكلم ينبهر من يسمعها من فتيات أو شباب وقد استغلت أسماء للأسف صوتها من خلال الهاتف في إبهار شاب وكانت أختها الأكبر منها فتاة تقية لا تترك فرضا ولا عملا يرضي الله ورسوله إلا وقامت به وكثيرا ما عاتبت أختها وقدمت لها النصيحة لتتوب إلى الله وتغير هذا السلوك السيء ولكن أسماء كانت لا تستجيب لها وتعيرها بأنها في الخامسة والعشرين من عمرها ولم تتزوج بسبب غلاقها وتزمتها وعدم إغواء الشباب بالنظرات فقالت لها أختها كيف أفعل ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه ثم دعت لها أختها بأن يهديها الله ويحفظها من كل شر وفي أحد الأيام طلب الشاب رؤية أسماء حتى يحدد موعدا لخطبتها فرفضت في البداية لكنه أصر وهددها بالمقاطعة إن لم تستجب ثم أغلق هاتفه وقطع الاتصال أخذت أسماء تتصل به كثيرا ولكنه لم يرد عليها فأخذت هاتف أختها دون علمها واتصلت به فرد الشاب الخبيث سريعا وهو يظنها إحدى من ألقى لهم برقمه وعندما سمع صوتها عرفها وقبل أن يغلق الهاتف أخبرته بأنها موافقة على الخروج معه بعد العصر أمام ما بالجامعة علمت أختها باستخدامها لهاتفها وبعد حوار وعتاب اعترفت لها بأنها سوف تلتقي بالشاب الذي يحبها وتحبه كثيرا بعد العصر فغضبت أختها وأصرت على أن تبلغ أسرتها حتى يتخذ معها موقفا فأخذت تحايلها كي توافق على ذهابها دون أن تخبر أحدا ولكن أختها اكتفت بالصمت وقبل الموعد بنصف ساعة تجهزت أسماء للذهاب ودخلت لأختها التي كانت تلون زهرية ورد بألوان مختلفة وعندما شاهدت أسماء تدخل عليها وبقصد منها رشت وجهها بفرشات الألوان فبدى وجهها وكأنه مشوه تماما وعندما نظرت أسماء للمرآة بكت وعاتبت أختها التي اعتذرت لها واقترحت عليها أن ترتدي نقابا لأن هذه الألوان تحتاج ساعات طويلة لإزالتها ذهبت أسماء بالنقاب في المكان والموعد المحدد وقلبها يخفق بخوف وجسمها يرتجف بقوة وفجأة اتصل الشاب بها فذهبت إليه وانطلق بها إلى مكان خالب من الناس وما إن وصل حتى وجدت شابين يشيران للشاب وهما يبتسمان ثم طلب منها الشاب أن تكشف عن وجهها كي يراها وعندما رفضت سحب الغطاء عن وجهها بالقوة وعندما رآها غضب وخاف من وجهها المشوه وقال لها صارخا قبيحة لا أريدك من يسمع صوتك يظنك أنك أجمل الجميلات هيا غطي وجهك القبيح ثم قال لصديقيه هيا بنا صيد اليوم قبيح للغاية صدمت أسماء من كلام الشاب وكاد يغمى عليها من هول ما سمعت وما إن وصلت إلى المنزل حتى ذهبت إلى غرفتها وهي تبكي وتصرخ وتقص على أختها كل ما حدث لها فابتسمت أختها واعترفت لها بأنها كانت تقصد تشويها وجهها لأنها شعرت بأن هذا الشاب ذئب وبعد أن صلت العصر أخذت تتوسل إلى الله وتدعو لها أن يحفظها فقالت لها أسماء لقد استجاب الله لك ونجحت حيلتك بتشويه وجهي فلو كان رآني جميلة لم يكن يتركني في حالي هو وصديقاه ومن يومها وأسماء تصلي وفتح الله على قلبها وامتلأ بالإيمان وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإبت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون شاب فقير من شرق آسيا عندما علم أن زوجته حاملة أرسل إلى صديق له يعمل بالمملكة السعودية ليرسل له عقد عمل لتحسين وضعه المالي وبعد عدة أشهر رزق بطفل جميل جدا فتعلق قلب الأبي به وأحبه حبا كبيرا ونسي السفر ولكن بعد شهر مارض الطفل وحاول الأب علاجه وبينما كان الأب يحمله بين ذراعيه قال له الطفل ثلاث مرات الله ثم مات حفظ الأب هذه الكلمة جيدا رغم أنها لم تكن في لغتهم وظل ينتقل من كنيسة إلى كنيسة يسأل عن هذه الكلمة وكان جواب من يسألهم أنه مزال متأثرا بموت ابنه وأنهم لم يسمعوا هذه الكلمة من قبل في هذا الوقت جاء لهذا الشاب من صديقه عقد العمل الذي كان يتمناه بحثا عن المال ولكنه وافق على السفر فقط بحثا عن كلمة الله التي نطق بها طفله قبل وفاته وليس بحثا عن المال وعندما وضع قدمه على أرض المطار سمع الكلمة التي يبحث عنها لقد سمع المؤذن ينادي ويكرر الله أكبر فسأل الشاب صديقه الذي أرسل له عقد العمل عن هذه الكلمة فقال له لا أعرف شيئا سوى أنه عندما تسمع هذه الكلمة تغلق المحلات ولا تستطيع أن تشتري شيئا ذهب الشاب إلى البيت الذي سيسكن فيه وفجأة أيقظه المنادي عند الفجر بنداء الله أكبر فخرج ومشى خلف من يمشون إلى أن وجد مسجده وانتظر إلى أن وجد رجلا من بلده خارجا من المسجد فسأله عن هذا النداء فشرح له أشياء كثيرة عن الدين الإسلامي ومن ذلك أن هناك بعث بعد الموت يلتقي فيه الناس بربهم وبأهلهم فقرر الشاب إعلان إسلامه أملا في اللقاء بابنه يوم البعث فأخذه الرجل إلى مكتب توعية الجاليات وقالوا له أنه يتعين عليه معرفة بعض الأشياء عن الإسلام إلا أنه قال لهم لا يهم أريد فقط أن أسلم وأدخل هذا الدين الذي فيه خيرات عظيمة وأحبه طفلي ثم أعلن إسلامه وقال مسرورا الحمد لله على نعمة الإسلام الذي سيجمعني يوم القيامة بابن الجميل الذي أنقذني من الظلام وأدخلني نور الإسلام ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون دخلت امرأتان على القاضي ابن أبي ليلة وكان قاضيا معروفا وله شهرته في زمنه فسأل القاضي من تبدأ؟ فقالت إحداهما ابدأي أنت فقالت الأولى أيها القاضي مات أبي وهذه عمتي وأقول لها يا أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت وبعد ذلك جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياه وكانت عندها بنت فكبرت البنت وعرضت عمتي على زوجي أن تزوجه ابنتها بعدما رأت بعد ثلاث سنوات من خلق زوجي الكريم فقامت وزينت ابنتها لزوجي لكي يراها فلما رآها أعجبتها فقالت عمتي لزوجي أزوجك ابنتي هذه على شرط واحد أن تجعل أمر ابنة أخي زوجتك الأولى إليه فوافق زوجي على الشرط وفي يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت إن زوجك قد تزوج ابنتي وجعل أمرك بيدي فأنت طالق وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا فأصبحت أنا بين ليلة وضحاها مطلقة وبعد مدة من الزمن ليست ببعيدة جاء زوج عمتي من سفر طويل وكان شاعرا كبيرا فقلت له يا زوج عمتي تتزوجني فوافق زوج عمتي وعند موافقته قلت له لكن بشرط أن تجعل أمر عمتي إليه فوافق زوج عمتي على الشرط فأرسلت لعمتي وقلت لها لقد وافق زوجك على زواجي منه وجعل أمرك إليه والآن أنت طالق ثم تزوجته فأصبحت عمتي مطلقة وواحدة بواحدة أطال الله عمرك فوقف القاضي عندما سمع الكلام من هول ما حدث وقال يا الله فقالت له اجلس إن القصة ما بدأت بعد وبعد مدة مات زوجي الشاعر فجاءت عمتي تطالب بالميراث من زوجي الذي هو طليقها فقلت لها هذا زوجي فما علاقتك أنت بالميراث وعند انقضاء عدة بعد موت زوجي جاءت عمتي بابنتها وزوج ابنتها الذي هو زوجي الأول وكان قد طلقني وتزوج ابنة عمتي ليحكم بيننا في أمر الميراث فلما رآني تذكر أيامه الخوالي معي وحن إلي فقلت له تعيدني فقال نعم فقلت له بشرط أن تجعل أمر زوجتك ابنة عمتي إلي فوافق فقلت لابنة عمتي أنت طالق فوضع القاضي أبو ليلة يده على رأسه وقال أين السؤال فقالت العمة أليس من الحرام أيها القاضي أن نطلق أنا وابنتي ثم تأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث فقال ابن أبي ليلة والله لا أرى في ذلك حرمة وما الحرام في رجل تزوج مرتين وطلق وأعطى وكاله وبعد ذلك ذهب القاضي إلى الوالي وحكى له القصة فضحك حتى تخبطت قدماه في الأرض وقال قاتل الله هذه العمة العجوز فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها وهذه وقعت في البحر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد